قلت جيد جدا هو مهم هذا الاصل القاعدة اللي تحفظونها جيدا هذا اصلا قراني اللي هو لم يطبق كان ينبغي ان يطبق اي على هذه الاية قلت فيه خلط بين الخطابات الفردية والاجتماعية لو كان يعبر السيد الطبا طبا ايه بين الخطابات الشخصية والخطابات الخارجية لكان ادق مرة يقول ان القضية شخصية فلابد ان ينظر فيها الى من الى المخاطب ومر ان القضية خارجية ينظر الى المخاطب وغير المخاطب ومرة ينظر الى قضية ليس المراد فيها المخاطب وانما سيأتون بعد ذلك هو مقصود هذا القسم الثالث ولم يقم ايضا دليلا على هذا مع ان القضايا على ثلاثة انواع التفت اعني الخطاب المتوجه الى اشخاص القاوم بما هم اشخاص باعيانهم يعني القضية المو الخارجية القضية الشخصية من قبيل تبت يدها ابي لهب او فرعون انا ربكم هذا فرعون هذا فرعون شخص ام لا نعم شخص او نمرود كالذي او كالذي مر على قرية او ابراهيم وهكذا هؤلاء من هم اشخاص وان كان نحن نعتقد انه بما هم اشخاص يمكن ان يكون ماذا مفهوما كليا والخطاب المتوجه اليهم بما هم قوم على نعت كذا يقول فاذا توجه الخطاب الى شخص بعد يتعدى الى غيره او لا يتعدى يتعدى او لا يتعدى لا يتعدى اما اذا توجه الى قوم على اساس الصفات فيهم فكلما توفرت الصفات ها يخاطب او لا يخاطب وهذا هو شنو ها هذه وحدة المفهوم وتعدد المصدر هذا الذي عبر عنه الاعمى الجري والتطبيق طبعا هنا لابد نشكل على سيدة الطبائي اذا نزلت فيه اشخاص ومات اولئك الاشخاص يلزم شنو يلزم موت الآية وتلتزم انت بموت بعض الآيات القرانية او لا تلتزم نحننا لا نلتزم نقول كل الآيات وان كانت فيه شخص فهي ماذا ها ولهذا وردت الروايات ان ثلث القرآن نزل فينا وثلث القرآن نزل في اعدائنا لماذا نزل في اعدائنا يعني ماذا يعني له مصاديق في زمان النبي والامة وله مصاديق في زماننا وله مصاديق الى قيامي الساعة مولا فالاول لا يتعدى الى غير اشخاصهم ولا ما تضمنه من وعد او وعيد او غير ذلك يسري الى غيرهم لا نوافق على هذا الكلام او لا نوافق لا نوافق والثاني يتعدى الى كل من اتصف بما ذكر فيه من الوصف ويسري اليه ما تضمنه من الحكم وخطاب الآية من قبيل الثاني على ما تقدم يعني شنو في قوم سؤال اذا كان في قوم اذا المصداقه واحد او متعدد ها يعني في زماننا لا يمكن الله سبحانه وتعالى يمن على بعض المؤمنين ويستخلفهم في الارض ويمكن لهم فيعبدونه خوفا فيعبدونه امنا لا يخوفون احدا ولا ولا يمكن او لا يمكن بمحذور مولانا يعني اكون منع من الآية او لا يوجد منع من الآية لا يوجد منع من الآية يمكن ان ينطبق كما انطبق في عهد رسول الله في المدينة كما انطبق من يعتقد في عهد من في عهد امير المؤمنين او من اولئك الذين اعتقدوا انه بيني وبين الله كذا وكذا وكذا ومن هذا القبيل أغلب الخطابات القرآنية المتوجهة إلى المؤمنين والكفار مو أغلب بل نحن نقول ماذا كل الآية ومنه الخطابات الذامة لأهل الكتاب وخاصة اليهود يقول لأنه عندنا فالقضية عامة وهو أن القرآن كثيرا ما ذم اليهود يا يهود ذول يهود زمانهم وشين لماذا نحن يهود زماننا مولانا يشاركون أهل يقول لأنه الحكم ذهب للتوصيف تعليق الحكم على الواصف مشعر بالعلية ولهذا يقول ومن هذا القبيل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم فإن الموعودين لم يعيشوا إلى زمن إنجاز هذا الوعد لعد لماذا القرآن يغاطبهم مع أنهم سوف هذا الوعد يرونه أو لا يرونه تعالوا إلى الآية تعال بعدك ونظيره الوعد المذكور في قول ذي القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكذا وعده تعالى الناس بقيام الساعة وانطواء بساطة حياة الدنيا نراه نحن أو لا نراه لا نراه وقبل نراه أو لم يراه ولكن وعد الناس وعد الناس اشتركوا في القناة